السلام عليكم أصدقائي التلاميذ بالنسبة للطرس الثاني هو الزاوية لزنغل مفهوم عن طراجة استعمال منقلة في الإنشاءات بالنسبة للمنقلة هي أداة نقص بها مثلا نقياس الزاوية المنقلة بالفرنسي هو إذا في الأول سنعرف كيف نقص بمقالبي من لك تكون عندها وحد الزاوية وإذا ما هي الزاوية الزاوية يكون عندها رأس ويكون عندها الضلال أول الضلال الثاني نصف مستقيم أو بي قياس الزاوية تكون هذه القرعة الزاوية تقول مثلا أو بي أو بي أو أ إذا ما تنسبها لهذا القياس الزاوية بإذا الإسم الزاوية هو إما كان نقول أو بي أو بي أو أ إذا باش نعرف القياس نستعمل المنقلة إذا بالنسبة للمنقلة اللي أعطونا في الكتاب هذا يتسمى المركز وهذه كنين تدريجات صغيرة كل تدريجة تمثل ما يسمى ب درجة هذا المنقلة للأسف ما تدريجات ما فيهاش غير يعني ما فيهاش الثقة ولكن اللي أخذت مثلا منقلة اللي كانت تشغل بليهم بحل هادو هدي فيها مثلا كان مشو يعني من سفر حتى الأشراء من سفر تالخمسة من سفر إني سفر واحد كان نقوله سفر دراجة واحد دراجة جوش ثلاث أربا حتى الأشراء دراجة يعني هادو اللي عندنا مثلا هاد المنقلة يجب أن نعرف الزاوية دراجة الزاوية ديالي يعني بالدقة حقاش كل تدريجة كنمش بواحد بينما هنا كنمش بخمسة إلى عشرة دراجة يعني الصحيب باش نعطيه دقة كنلقوا القيمة الزاوية ديال الدراجة يعني بالدقة إذا فين كان أكون أرسمت الزاوية ديالي ها هي يعني يجبو مثلا نعرف القياس ديال الزاوية ديالي إذا يجبو استعمال المنقلة أولا هذا اللي هنا كي تسمى المركز هاد المركز ديال المنقلة نعطوه يتطابق مع الرأس الزاوية هادي اللولة هادي خطوة اللولة الخطوة التانية كين واحد الخط هنا في المنقلة يوجد خطها ولا لاحظ هاد خط هاد خط يتطابق لي مع هاد هاد نسبة مستقيموا لما هاد طلع ديال الزاوية لاحظ 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 هنا احتيت الرأس وخصي يكون احتاد الخط ديال الزاوية كي تطابق مع الزاوية اذا كنشوف الرأس والطلع كافي بالنسبة للقراءة هنا عندي لاحظ مايا كينة من هنا وكينة من هنا هنا مثلا كينة سافر هنا كينة سافر هنا كينة هنا كينة ليمن اذا مني نغام بتل قراءة ديالي وش من هاد سافر او من هاد سافر جيد من هاد سافر دايمان كناخد سافر اللي كيكون موجه في هاد الزاوية هاد الزاوية عندي هنا في اليمين اذا غان اخد هاد سافر ولكن ارد بالك ما كان قراش هاد الاعداد الفوق نقرالي الفوق هادو اللي تحت اسيف سافر عشرة عشرون تلاتون أربعون طلحتي أربعون اذا ونكتبه أربعون درجة ونكتبه هنا أربعون درجة اذا في الأول خصنا نعرفه كتكون معطية الزاوية وخصنا نعطي القياس دياله بسعمات تقنية اللي وريتكم الان اذا نمور التمرين الموالي او النشاط الاول اكتشفه 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 اه اشتراح تلكم هالك اللي اشتراح ده ونشوف النشاط الثاني انسخ الزاوية او بي اذا اول حاجة قبل ما نسخ الزاوية ونحن نقلق في دفتري تتبع الشرية تصوصه وعطي لك صورة الصورة الولادة الثالثة انظر الزاوية او بي اذا نرى الزاوية لانسخ الزاوية لانسخ اذا نرسم اذا اصدقاء التلاميد لانسخها لانسخ لانسخ الزاوية لانسخ نضع المركز الى دائرة نضع المركز ونضع المركز ونضع المركز الزاوية توجد على اليمين سفر 10-40 ونضع المركز بقلم الرصاص ونضع المركز ونضع المركز دائرة قائزة هذا القياس قائزة قائزة خاصة قائزة أولا اذا فعلا بعد استعمال من قلو خلق قياس A و P تسوي 45 درجة اما نضع A و P و A نفس الشيء اصدقاء التلاميذ نمر للنشاط الثالث النشاط الثالث قياس كل زاوية من هذه الزوايا ها الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخمسة الثانية قياس نضع الطريقة التي أريدكم سؤال الاول هو القياس ثانية نضع الزوايا التي قياسها صار من 90 سؤالتين 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 قياسها محصورة بين 90 و 180 بعدين كنتتشفوا بعد القواهيد اذا نمر اولا قياس الزاوية الاولى مثلا كل عدا نضع سترقل هنا قصد يكون هنا خط لنستقيمي مع هذا وكنجيب عدو ثاني لحقش نبدل على الاخر ها هو هنا نقوم بتطويل ماء اذا صديقي التلمين اضطيت هذا الطلع الطلع الثاني هو اللي نقوم بها المستعرة نقوم بها 50 و 130 نقوم بها 60 و 130 ولكن انا لدي المستعرة في هذه التدريجة هذه التدريجة هي ما بين 130 و 120 وهي 125 حسن جدا اذا نقوم بها 125 اذا نقوم بها الثانية سوف نحاول دائما نقوم بعمل على السفر هذا اللي في اليمين يمكننا نقوم بعمل على هذا اللي في الياسر ولكن كمبتدئ بدوم الياسر كلها جهتا نقوم بعمل حجرة نقوم بعمل حجرة هذا الخط المستقيم سيكون وتطابق مع دلع الزاوية والطلع الثالي قصنا نحط فيه المستعرة اذا ما هو قياس الزاوية اذا هالرأس هذا الخط المستقيم وتطابق مع الضلع والمستعرة نحط مع الضلع الثاني و نقرأ 010 20 30 40 50 60 اذا قياس دلع الدرجة 60 درجة أو قياس هذه الزاوية 60 درجة نمر الزاوية الثالثة سوف نقوم بعمل حجرة بطريقة عشوائية نقوم بعمل حجرة نقوم بعمل حجرة مع الضلع الزاوية بعد ذلك هذا الخط المستعرة نقوم بعمل حجرة اذا يجب أن يكون هذا الخط المستعرة نقوم بعمل حجرة ثم نقوم بعمل حجرة من الحجرة الزاوية الزاوية توجد حجرة بعمل حجرة السفر ادتول على الرقم الم şeyler 0 10 20 30 مواصلش ال 40 وكل تدريجة كان بشيو بشيو بوحد إذا كانت هنا 40 شنو ستكون قبل منها 36 ومشنو قبل منها 38 إذا نقياس هذه الزاوية هدية 38 درجة إذا نمور الزاوية رقم 4 كالعادة نحط الرأس ديالي مع مركز الدائرة الخط يكون مع الضائل ديالي وبعد ذلك نحط مصرف الطلعة الثالث وأحسوبه إذا إذا ها هو هذا متطابق مع الرأس هذا الخط مع الضائل الأول وهذا المستركة بشي مع الضائل الثاني إذا وكالقراءة كتكون منها مات سفر لما دري أن الزاوية كتوجد على يمين المين قال سفر عشر عشر عشرون خمسون ستون سبعون تمانون تسعون مئة مئة وعشر وشنو بناتما تدريجة للوسط اللي هي تدريجات في الوسط إذا مئة وواحد واثنان وثلاثة واربعة وخمسة هذا الزاوية هي مئة وخمسة دراجة وبالنسبة الزاوية الأخيرة غدي نحط دائما نفس الطريقة وغدي نجيب هذا هوك إذا نفس الطريقة الرأس مع مركز المنقلة خطة دي المنقلة مع الضلع الأول والمستركة تكون مع الضلع الثاني القراءة غا تكون مات السفر هذا لأن الزاوية كتوجه لي المنقلة سفر عشر عشرون وكان وصل هذا القيمة هذه إلا حسبتها بالعبارة مزيان غا تلقوا هي واحد وعشر وعشر وعشرين 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 إلا عبرتهم مزيان تلقوا هي ربعة وثلاثين وعشرين دراجة ذلك هذا هو جواب من المسجل لدينا أصدقائي التلاميذ الزاوية التي قياسها صغيرة من 60 درجة هي 3 شفية 38 2 65 24 الزاوية التي قياسها محصرة بين 90 و 180 22 25 1 25 4 إذا هنا مثلا شنو كنسمي الزاوية التي يكون قياسها صغيرة من 90 كنتسمى الزاوية محددة الزاوية الحادة هي الزاوية التي قياسها صغيرة من 90 هذه قاعدة كنحفظوها الزاوية كنحن نصنف الزاوية وبالنسبة لكي يكون القياس محصرة بين 90 و 80 درجة كتسمى الزاوية زاوية منفرجة أيضا معلومة لي يجب إضافتها قياس زاوية قائمة هو 90 درجة مستقيمة مئة و 80 درجة و قياس زاوية مليئة و 3600 يعني كتكون دورة كاملة هنا بالنسبة لنصف دورة 180 درجة و الزاوية اللي كيكون قياس ديالها منعدم كتسكرون 0 درجة أيضا منساش أصطيقاء التلاميذ يعني قصنا نكونوا عرفين هذا المصطلحات بالفرنسية كما قلت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة